12 مقعداً ينتظر أن تشغل من قبل نواب محافظة وسط في الانتخابات البرلمانية المقبلة أحد تلك المقاعد خصصة للكرد الفيليين فيما توزعت المقاعد المتبقية على ثلاث دوائر انتخابية يتنافس 44 مرشحاً على أربعة مقاعد في دائرتين فيما يخوض غمار الدائرة الثالثة 28 مرشحاً لحصد المقاعد الثلاث المتبقية في محافظة وسط ثلاث الدوائر الانتخابية الدائرة الانتخابية رقم واحد يوجد 44 مرشحاً يتنافسون على أربعة مقاعد والدائرة الثانية الانتخابية الثانية 28 مرشحاً يتنافسون على ثلاث مقاعد والدائرة الثالثة 44 مرشحاً يتنافسون على أربعة مقاعد أما الكوت الفيلية في محافظة واسد عدد المرشحين عشرة مرشحين يتنافسون على مقعد واحد المرشحين عندما يسوقوا برامجهم السياسية ومشروعهم السياسي حقيقة بدون مناظرات تجري ما بين نخب ليطرح المشروع السياسي الكل تتحدث عن شهادة دراسية الكل تتحدث أنه شيخ عشيرة واللي يتحدث الآخر أنه صاحب أموال وهناك من هم مرشحين لا يرشحون نفسهم بل يقدمون على زوجاتهم أو من أقاربهم هي الغرض من أده هو لكسب الأصوات لا لكسب الكفاءات وأصحاب الخبرات التي نحتاجها في العمل التشريعي ولعل أبرز ما يميز الانتخابات النيابية في واسطة على مدى السنوات السابقة هو احتفاظها بحقها من الكوت الفيلية وهو مقعد خصصة للكرد الفيليين في المحافظة غير أن ذلك التمييز لم يعد كذلك بعد دخول أحزاب النافذة والسماح لمرشحين من خارج المحافظة الترشيحة ونيل المقعد الأحزاب أيضا دخلت على مقعد الخاص بالكوتة للكرد الفيلين ومعروف لكل أهالي واسط من هي الأحزاب التي دخلت على هذا المقعد الأمر متعلق تماما بنسبة المشاركة إذا كانت تسبة المشاركة كبيرة فنتوقع هناك وجوه جديدة سوف تصعد أصعب ما في هذه الانتخابات هو كوتة الكرد الفيلين في مدينة الكوت أعتقد أنه كانت القرارات اللي داخل الكودة الكردية غير صحيحة لأن هناك من رشح من غير محافظات إلى داخل هذه المحافظة لأجل الحصول على هذا المقعد والأحزاب أيضا بدأت تتسابق على هذا المقعد ويرى مراقبونها للشان الانتخابي العراقي أن لعبة الانشطارات التي لعبتها الأحزاب النافذة وزج دماء شبابية يدعي الكثير منها الوقوف ومحاربة الأحزاب الفاسدة والمشاركة في تظاهرات تشرين قد أربك المشهد على صعيدي الاختيار والتكهون فيما عول مستقلون على الوعي الجماهيري والتفكير بالوطن بدل العشيرة أو المذهب من مدينة الكوت علي محمد قناة دجلا